السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله نشوف هالطالبية الي عندي اول حاجة وجدتها هي هالتحلية هذي اللي وجدت بالقهوة والشوكولة هنوجده دبا خشخش هنوجدها بد شعرية هذي هذي ارق شعرية من بعد كنافة لان انا اذيك المعجنات الخورة كتكون غليضة ما كجيش مزيانة هذي شوفو رقيقة هذي كجي مزيانة في خشخش غتشوفو ان شاء الله حتى هي قتقطع بسهولة انتمو كيفش غتشوفو معي هكا ما غليضاش بسيف لكن بصراحة الاحسن حاجة كتكون هي الكنافة لكن الكنافة من هي غالية كنحاولو نديرو هذي كنحاولو نوازنو بيناتهم باش كي يطلع لنا شوية هذي خشخش كتلع لنا شوية رخيصة خاصة للكنا هنصغوو شي كيمية كتيرة او شي طالبية غتشوفو معين شاء الله كيفاش كندير لها صافي من بعد ما كنقطعوها هكا رقيقة بش حال ما قطعناها رقيقة كتكون احسن صافي من بعد ما قطعتها انتم ما كشفتو غن نديرها في المقلة هي كتاخد شوية في تحمار ديالها لان شوية غليظة وكذلك كنديرو لواحد القبصة ديال الملح ومن بعد كندير لها واحد شوية ديال زبدة فاش كنحمرها باش ما كيبقاش في هذك الماضاق ديال الدقيق إلا ما درتوش لها هالطريقة هذي مني كتبدو تتاكلو فيها كتحسو بحالك تاكلو غير في الدقيق بوحده ورغم انك نوضعوا عليها الكريم ولا اي حاجة كيبقى في هذك الماضاق ديالها في الداخل ديالها من الاحسن انكم تشحروها هكا بشي ديال الزبدة او تحمروها ولا هكا كيف قلت لكم شي ديال الملح كتكون احسن انا اخذت هذ الزبدة اللي كنت وجدت معاكم كذلك زبدة البندق كجي في الماضاق ديالها رائح كيكونوا هرسنا ذاك الماضاق اللي كيكون فيها ديال الدقيق كيف قلت لكم في انا غنكملها في الحمار ديالها وغندو جوزة بنشوفوا كيفاش نحمروا الكونافة وكذلك كيفاش نوجدو الفلون انا هنا غناخد نصف الليتر ديال الحليب هذ اللي باكي هذو ديال الفلون يكون مكتوف في ملعبار او الطريقة كذلك غنستعمل تقريبا واحدو جمع القبار ديال السكر يكون سكر سانيدا وغنوضع هذ الكيس هذا ديال الفلون ديال نكهة البانان يمكن لكم تدعو اي نكها بغيتو لكن انا غنستعمل هنا البانان وكذلك الكاراميل كل واحدة غنستعملوا بوحده غنشوفوا ده باكي باش غنستعملوا هذا ديال البانان سافي هنا مبعد ما تحركوا يلا عندكم مكينات ديال العاصر يمكن لكم تدعو في هذ العناصر كاملة وطحنوهم مرة واحدة اولا كذلك يلا عندكم شطف لها كامعة المالة اللي بغي يخدم شوية تعطيه او طفلة غنوضع فيه هنا انا جوش قطاع ديال الفرماش او ديال جبن مربع يمكن لكم توضعوا اي وجوزة الجبن بغيتو الى ما بغيتو تستعملوا هذالجبن هذا تستعملوا نكهة ديال الفاني او كذلك نكهة ديال البانان ومن بعد ما تديروا فوق البوطة يكون باقي دافي كتفضوا من بعد اربعة القطاع ديال الشوكولات تكون صغيرة تقريبا واحد ستين جرام عندي هنا كذلك الفلون ديال كغامل اللي غنستعملوا كذلك من بد نفس طريقة كنديرو الحليب ومن بعد غنضيف ليه كيف هتشوفوا معايا الشوكولات سافي اذا بدلت الفلون فوق النار مهيلة كنقو نحركوا باستمرار باش ما يتخسرش لينا الفلون تقريبا واحد خمسة دقاي فلوس اللي وقدرت الكونافة حتى هي حيث كتبغي تكون عافية مهيلة سافي من بعد ما غن ندوز هذ خمسة دقاي غنحيد الفلون امشي نكمل العناصر اللي بقى خاصاني فيه ونخلي الكونافة مرة مرة انحركها ديال باقا نضيف هاد القش ده هذي هاد الفلون بقي دافي هاد القش ده هي اللي كنسبق لي وحضرت معاكم هاد نصف الكيمية او نصف المقارير اللي اعطيتكم كنحركوها مزيان هنا اينا بغدتوش تضيفو القطع ديال الفرماج اللي قتليكم هاد القش ده هدي كتضيفو الشوكولات كنت نسمو باي شي سافي غدا تستمر في التحرك حتى كينساج مولي العناصر مزيان او نضح نوم كي بقتليكم في مكينة ديال العاصر سافي هاي الكونافة عندي بعد ما حمرتها وبردت انتو ما شوفو اللون ديالها وكذلك هنا هاد الشعرية اللي حمرتها كذلك كيف كتشوفو اللون ديالها كيكون واحد الفرق بينتهم شوفو الحجم ديال السمك ديالهم يعني كتكون هاد الشعرية دي كتكون شوية غليضة انا هاد اول اللي وجدت الفلون هاد الفلون التاني اللي وجدت بالكاراميل وضفت لي واحد اربعة القطع ديال الشوكولات سافي هنا اخذت هاد المولات هادو اللي غن نوجد فيهم هاد خشخش يعني غيكونوا هاد لي مول هادو فردية كنوضع تقريبا واحد المحلقة كبيرة في الاول لان هاد الشعرية هاد غليضة كنفضل ان انا نوضعها في الاول في القاع سافي ومن بعد كنوضع عليها الحشو اللي بغيت بش كذلك كتشرف ديك الحشوة وفي نفس الوقت كتحاول ان ترتاب شوية اهلا مني كنصوبها ما كنا نديروش بزاف تلاجة تقريبا واحد ساعة وتلس ساعة ونص كتوجد لينا وكتبقى كذلك مقرماشة سافي هاكا غنقادهم باش ياخدوا لي الحجم مزيان او السطح مزيان ديال المول انا نوضع عليهم دابا هاد الكريمة هادي اللي وجدت بالفلون او كذلك بالقشتة وكذلك بقطع ديال الجبن كيفشتو معايا سافي كان وضعه تقريبا واحد المعلقة حتى المعلقة ونص على حسب الحجم اللي عندكم ديال المول سافي تقريبا ندير الطبقة الاولى من هاد الشعرية هادي طبقة تانية من هاد الفلون او هاد الكريمة اللي وجدت بالفلون سافي غا تكون الطبقة التانية بالفلون تاني اللي فيه الشوكولا او الشوكولا والكارامل انا هنا خليته احتى الدفاع عندي ما درتوش هو سخون اما الى درتوه سخون مجرد ما كديروه هرا كي ياخد الحجم ديال المول اللي كديرو فيه هنا لانا عندي ديال المولة ديال البلاستيك ممكنش ينديرو فيه هاد الحشوة هادي تكون سخونة خليته احتى بردات لهذا كنقادها في الاخير بواحد المعلقة صغيرة هاكا باش تقدليم زيان وتاخد للكع الامائكي اللي كتبقى فارغة كنعمره سافي ده بغا نديرها هاد طبقة التانية او التالتة ديال الفلون بالكارامل والشوكولا هاكا تقريبا تاخد معي تايا معلقة او نص او ملعقة كبيرة او نصف سافي نفس الطريقة اللي درت في الاول كنا اخذ واحد المعلقة صغيرة على حسب الحجم ديال المول وكنقادو فيه هنا يلسا عملتو للمولات اللي كيكونو ديال الزاج ماشي مشكل واخديرو هاد الخارط يكون دافي سافي من بعد ما كملت غدا ناخد هنا يا الكنافة هنا الكنافة والتي موجودة كالقواة عند المحلات اللي كيبيعوا اللوازيم الحلويات مشي في حال قبل قبل كالقواة غير في المتاجر الكبرى غير هي التامان ديالها شوية بقي مرتافة لهذا كنحاولو انا مني نديرو هاد الشعرية هادي كنحاولو كذلك نسمو سافي غدا ندير دابا هاد الشعرية هادي كذلك من الفوق كنديرو حد الكيمية قليلة ما تكونش كيمية كثيرة لانها هي شوية غليظة سافي غدا نكمل هنا تزينك يبقى على حسب الاختيار او لا على حسب الطلب هنا انا بعد ما اكمل ما غنضيفش لها شي حاجة كثيرة غنضيف لها تقريبا غير واحد القطاع ديال الشوكولة في واحد اللون على حسب اللي بغيتو لان اني سبق لي هاد الطلبية هادي غيمشي معها تمشي مع واحد الكيك شوكولة كذلك وغيمشي مع هادك التحلية اللي سبق لي وحد درس كذلك معكم بالشوكولة وقهوة سريعة دوابان لهذا انا غنكتفي غير بهاد الشعرية من الفوق قطاع صغيرة ديالشوكولة كنزو قومي وكيف غتشوفو معايا في الاخير هنا على حسب الثامن هي من الاحسن تكون كنافة اللي تكون طبقة الاخيرة كيكون احسن سافي هانتوما كيف كيشوفو هاد الشكل هادا كيف الجا هكا طبقات وكذلك هاد الكووس كيجيو فرضية اه بالنسبة للا كانشي حضور سافي هنا غنشوفو من بعد ما قدتهم في البلاتو غننضع لي مدوومة القطاع ليكتليكم ديالشوكولة كيكونوا في الالوان انا فضلت نضير هاد اللون هادا فقط سافي غنوضع في كأس وكأس غنخليه ما غنوضعش فيه باش يجي شوية الشكل متميز على البلاتو الاخر اللي وضعت فيه الشوكولة كامل يمكن لكم كذلك توضعو فيه قطاع ديال القرقاء او كذلك البستاج على حسب اللي موجود عندكم او على حسب كيف يبقيت لكم التعمان سافي كان هادا والشكل ديال هاد خشخش اللي وجيت معاكم طبعا ان شاء الله غنضر لي هم لون بالاش وغنجمع الجامع هاد طلبية هادي ان شاء الله سافي هنا جمعت هاد البلاتو كاملين درت لي هم لون بالاش هنا الكونافة اللي غنشوفو ان شاء الله ما في الفيديو القادم بإذن الله انا غنشوفو خشخش كيف جاتنا لكن هنا بقى مدرساش في الثلاجة لان اني جمعت البلاتو كاملين تغيين في وعد النس تيولهم عاديش غيدرون في الثلاجة تقريبا وحد كيف بقت لكم واحد الساعة ولساعة ونص جاتم زيانة يعني بقى مدرساش في الثلاجة تقريبا انه بداتك تتجمع ذيك الحشوة اللي درنا فيها كذلك هادا والكيك اللي بجيت مها هالطلبية دا كيجي رائع اللي زينتو بشوكولة وكذلك هالشوكولة غولي سافيه كانت هادية الطلبية اللي شاركت معكم اليومه كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ولا عجبكم ما تنسوش تبارتاجيه مع الأهل والأصدقاء ولا غيزور القناة لي اول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما نتوصل بالجديد موسيقى 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 موسيقى